أهميتها هي الحركة القضائية هي عملية فيها مسألتين فيها الترقيات وفيها نقلة الوظائف معناها انتقال القضاءات من وظيفة إلى وظيفة ومن رتبة إلى رتبة الحركة هذه هي حركة استثنائية بكل المقاييس أولاً للظرف السياسي الاستثنائي اللي تمر به البلاد ثانياً لأن الحركة القضائية هذه جات بعد عدم وجود حركة قضائية سنة لفت يعني هي حركة قضائية تشمل سنتين وليس سنة واحدة وبالتالي عدد الحركات داخل هذه الحركة شملت أكثر من ألف عنقذي والعدد هذية كبير جداً مقارنة بالحركات السابقة واللي متعودين عليها المسألة الثانية هي أنه لم كان فما انتظار هل ستشمل القضاءات المعزولين وإلا لا وهل أنه سيتم تطبيق فيها الحكم القضائي الإداري أم لا إضافة إلى ذلك صار نقاش في المدة الأخرى في الأوساط القضائية أوساط القضائية كانت حدثة القضائية بصفات عامة يعني المتدخلين أو الفاعلين القراب من الوساط القضائي حديث عن هل أنه كل القائمة هل أنه سيتم استثناء من لهم ملفة جزائية وجاءت الحركة القضائية واستثنت كل القضاءات المعفيين من بعد صار نقاش في الفيسبوك حول بعض القضاءات بعينهم الناشطين خاصة داخل جمعية القضاءات نتحدث على الرئيسة روضة الجرافي على سيد عفيفي الجعادي لهذهما هل ما طلبوش نقل وتم نقلته هل هذا يندرج ضمن عمليات اللي سماها سي محمد بن ذفرين الإبعاد أم لا وهذه النقاش معناها جاء في سياق متاع السراع داخل ما بين بعض القضاءات اللي صوتهم عالي نسبياً أمام السلطة معناها جاء في الإطار هذا إضافة إلى أن الحركة هذه معناها جاءت إلى محاكم بعينها وعملت معناها منوع من التفجير الصغير يعني نقلت كل بالعربية يقولك فرقح بالدرجة يقولك فرقح معناها نقل عدد كبير وهذا كيف تحليلت لها؟ ما نعرش الحقيقة ما هيش محصوبة على السياسة تنجم تكون عملية معناها حول عملت المحكمة تقييم كذا يبقى نقطة الاستفهام الكبيرة مواصل من أنجز هذه النقلة؟ هذا السؤال هل إنه المجلس الأعلى للقضاء الحالي الوقتي هو من أنجز هذه النقلة؟ المشكلة إنه الإجابة هذية من نجموش نعرفوها لسكوتي هذا المجلس هذا المجلس لم يصره معتناش تصريحه من حلال المجلس السابق ومن تعيين مجلس الحالي إضافة إلى أنه فمع الأقل زوز من القضاء تمتع من المجلس هذي سيفقدون صفتهم لأنه هذي يتشكل بالصفة من مجلس الحالي وتغيروا وبالتالي لم يعودوا جزءا من تركيبة هذا المجلس معناها هذه النقلة أو هذه الحركة القضائية مسلت تركيبة المجلس على القضاء الوقت نزيده نمشيه خطوة أخر الست قضاءات اللي عينتهم وزيرة العدل بالحركة الجزئية واللي اعتمدت فيهم على النظام الداخلي وقع تثبيتهم وبالتالي بانت وكأنه فما نوع من التفاهم ما بين التوجه اللي مشيت فيه وزارة العدل والحركة القضائية الحالية الحقيقة هناك عديد ما يقال حول التوازنات داخل مجلس على القضاء الحالي لكن أنا الكل نحطهم في خانة الإشاعة مدام هذا المجلس هو مجلس لم يصرح ما تكلمش ما خاضش في النقاش القضائي بصفة عامة تجنب ذلك وبالتالي التقول عليه ما هو من باب الإشاعة لكن التحليل حول قضية التناسق ما بين السلطة التنفيذية والهيكل الموكول له اليوم من رئيس الجمهورية تنظيم السلك القضائي يظهر لي فما نوع من التناسق